أهل شندي يعني ما صار أهل شندي اللي كنا عارفونه في 2013 و2014 يام الأرباب صراحة إدريس الفريق اللي كان بعبع يعني كان عنده محترفين من أسيوبي على المستوى بقلق الفاري كان عنده لعبه وطنيين كان عنده لعبه يعني بالجد أهل شندي يمكن زي ما يقوله كان مثل المسلس الرابع اللي أندي تلغم المريخ والهلال وضاف الهلال وصل الله مشاركة فريقيا بالضبط حتى مشاركاته كانت يعني ما بتكون مشاركات فقط من أجل المشاركة لها كان مشاركات فعالة جدا يعني جيزة فنية يعني أسي آخر مباراته يعني مثلا لما خسر من الهلال أربع صفر كان بيدرب يعني مبارك سلمان قبل مبارك سلمان كان حمد كمال طبعا أي وبعد حمد كمال ما مشت شرطة جضارب آتوا بمبارك سلمان طبعا مبارك سلمان أول مبارك قدم الهلال طبعا الواحد ما ينوم لأنه كان يعني ماسك الفريق يادوب وتلقى هزيمة كبيرة أربع صفر لكن عدل الخطأ قدام المريخ واستطاع زي ما يقوله أنه يعمل حاجز دفاعي يمنع كل هجوم المريخ وكل عبت المريخ وممكن عنده كانت هجمات يا طارق مرتدة ممكن كانت تحرز أهداف يعني حتى الناس استغربت وممكن الناس المريخ تقريبا نام على العسل على النتيجة اللي طلع منه أهل الشندي قدام الهلال أربع صفر الكل توقع أنه برضى أهل الشندي يلقى زي ما يقوله نفس الهزيمة من يلقاه من المريخ زي ما تجرع منه لك للأسف يعني لقين أهل الشندي كان لقوة مغاير قدام المريخ واستطاع أنه يقلع منه النقطة وكان هو أقرب عنده بعض الهجمات الخطيرة فهو طبعا بعد المريخ برضه أتى في المباراة اللي بعدها برضه مع حي الواد حي الواد فريق ما بس كان في الكم فدرالية أيضا اخترس منه تعادل نفس الشيء يعني أخذ نقطتين والآن ماشي اليوم مباراته مع هلال الفاشر نعم هلال الفاشر أيضا نظل في الأسابيع الأخير يقدي في مستويات لكن ما يعيب هلال الفاشر يا طاري دائما بلاحظ له بتقدم في الأهداف وما يقدر حافظ وزي ما ذكرت أنت تقدم قدام تودي 2-0 وتقدم استطاع أن يرجع عمل رومانتاد وادعادل أنا شاهدت له مباراة قدام الأمر عضبرة تقدم على الأمر عضبرة وستطاع عدم المحافظة وخسر النقطتين هلال الفاشر صراحة أول خيال بيقدم في مستويات صراحة ممتازة جدا لكن طموعه برضه أكتر من كده اليوم مباراة تكون موسيرة جدا ما بين أهل شن ما بين هلال الفاشر زي ما قلت النقاط التغارب النقاط بين هاتم جريبة فعدد اللعاء لأنه يدي المباراة تكون موسيرة جدا اللي هي تجري حاليا الآن ترجمة نانسي قنقر